أستأذنكم أكباتي نخلينا نروح لأرض الملعب يعني جمالاء الأعزاء فاروق صلاح وسلاح حامد ينقول لنا كل الأجواء كالعادة اتفضل لفاروق طبعا كل تحية للكابتن هيسم السعيد برحب بيك كابتن هيسم وبرحب بضيفايك الكريمين الكابتن محمد السلعاء والكابتن الكريم ضيف وطبعا كل تحية لكل مشاهدين مشاهدوا متابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان طبعا برحب بالزميل العزيزة سلاح حامد عودة جديدة وملعب الأطال ومباراة الأهلي والمصرية للاتصالات المباراة اللي بتقام هنا على صالة الأمير عبدالله الفايصال بي استهى بي الناد الأهلي بي الجزيرة طبعا مباراة في غاية الأهمية سواء للناد الأهلي أو سيافري المصرية للاتصالات كلا الفريقين حقق الانتصار في الجولة الماضية الأهلي طبعا حقق فوز صعب على فريق سبورتنج بالأسكندرية بنتيجة 82-79 بينما فريق المصرية للاتصالات حقق انتصار غالي على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 80-75 مباراة في غاية الأهمية سألال النادي الاهلي الاتصالات كلا الفريقين محقق الانتصار في الجولة الماضية عربين أكتر من استعداد النادي الاهلي لهذه المباراة بالفعل يا فاروق زي ما انت قلت بس طبعا خنيفي بداية أرحب الكابتن هيسم وبكل ديوف والكوار والكابتن كبارة في الستوديو الكابتن محمد سلعي والكابتن كريم ضيف وبكل مشاهد يوم تابعي شاشة قناة نادي الاهلي في كل مكان مباراة في الدور التاني من المرحلة تتباية لبطولة دوري السوبر لكرة السلة يمكن بعد مباراة سبورتينج يعني مصر أجاص بوش قرر أن اللاعبين هادي الاهلي يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي تاني يوم كان فيه تمرين كمان يعني اليوم اللي بعده كان فيه تمرين يمكن انبرح كمان يعني قبل التمرين عمل زي محاضرة فيديو أو يعني فيديو ميتنج مع اللاعبين قبل التمرين التمرين كان الساعة 4 والمحاضرة كانت 9.30 قبل التمرين بنص ساعة لمحاضرة فيديو كان طبعا بيكلمهم عن بعض نقطة الضعف والقوة اللي كان عند نادي مصرية الاتصالات وكمان يعني بعض الأخطاء اللي عملوها اللاعبين نادي الاهلي في المباراة اللي فاتت اللي طبعا جمعت ما بينهم وما بين نادي المصرية الاتصالات في الدور الأول من بطولة دوري السوبر كمان النهاردة يعني بعد ما تم تأجيل موعد المباراة فاروق من الساعة 6 للساعة 8 قرر مستر جاصي بوش الموديل الفني انه يخلي اللاعب اتمرانه النهاردة الصبح يعني لمدة ساعة من الساعة 11 للساعة 12 شوتينج بس على الباسكت يعني عشان طبعا يستعدوا بشكل قوي لمباراة اليوم نفس يعني الاستعدادات دي يا فاروق نادي مصرية الاتصالات برضو يعني بيستعدوا بشكل قوي لمباراة اليوم طبعا نظرة لأهميتها وطبعا عشان يحصلوا على المزيد من النقاط بطولة الدوري بالفعلة سلم مباراة يعني على جانب الآخر فريد لمصرية الاتصالات والكابتن محمد سليم المدير الفني لفريد مصرية الاتصالات طبعا مدير الفني طبعا رئيس الجهاز الكابتن أشرف حسن أداء أكثر من رأة لفريد مصرية الاتصالات يعني في هذا السيزون يعني بالتحديد الفترة المؤخرة طبعا حق انتصار غالي على فريق الاتحاد زي ما قلنا في الجولة الماضية مستمع حق الانتصار في المباراة الأولى يعني حق الانتصار زيابا وعيابا على فريق الاتحاد المباراة الأولى كابتن محمد سليم يعني لوقت للراحة نظرة اللي دقيق الوقت يا كابتن عيسم مباراة اللي زي دي بتحسن على تفاصيل بسيطة بيبقى التركيز على تفاصيل بسيطة عنده عناصر مهمة جدا أبرزهم طبعا اللعب الديريك سبينس راحب بن اللعيبة المهمة جدا ومحمود يوسري وعلي مارين طبعا فريق قوي جدا وفريق مميز جدا كابتن محمد سليم قال لي ما يعني خلق استأنفنا على طول التدريبات السعدادة اللي مواجهة النادي الآلي مباراة مهمة جدا سلا غيابات أكيد في فريق النادي الآلي في هذا اللقاء أكيد النادي الآلي مع عودة بعض الأبين لكن في غيابات النهاردة في فريق النادي الآلي بفعل يا فاروق طبعا خاني يقول لكل مشادي متابعي شاشة قناة النادي الآلي على الغيابات اللي هتكون موجودة بالنسبة للنادي الآلي في مباراة اليوم أمام المصرية للتصالات يمكن النهاردة ان شاء الله يعني هيغيب بنسبة للإصابات هيغيب أحمد مهيب ومروان سرحان طبعا مروان سرحان بعد كسر في صوابع إيديه وأحمد مهيم بعد ما شعر ببعض الألام في الظهر يمكن الألام دي شعر بها يا فاروق قبل ماتش سبورتينج من كام يوم شعر أثناء عمليات الإحماء ببعض الألام في ظهره فقرر مستر أجاصي بوش أنه هو يريحه ماتش سبورتينج وكمان النهاردة بعد ما تأكدوا أنه مش هيقدر يلعب مباراة اليوم كمان النهاردة اللعبة اللي هتكون أوتوف سكواد أو بره القايمة النهاردة إبراهيم الجمال سيف صلاح مؤمن خيري وإبراهيم معلاء وطبعا نبودي حسام اللي يعني رحل عن الفريق على سبيل الأعارة لنادي الظهور يعني الأربع العيبة دول كمان هيكون أوتوف سكور النهاردة بسبب طبعا رؤية فنية لمستر أجاصي بوش أنهم يكونوا بره النهاردة للسكور ولكن كل العيبة النهاردة إن شاء الله يكونوا متواجدين في قايمة الفريق كمان النهاردة القايمة بتشهد ظهور مرة أخرى سيف سمير بعد تعفيه من الإصابة يمكن سيف سمير كان يعني مصاب بكدمة في الرجبة وكان غايب يعني الأيام الماضية عن الفريق والتدريبات الجمعية في النهاردة إن شاء الله يكون موجود والنهاردة كمان بشكل رسمي هتكون أول مباراة لأحمد اسماعيل بعد ما يعني خلص أوراق قيده ونهاردة إن شاء الله يشارك بشكل رسمي مع الفريق في المباراة كمان يا فاروق نادي مصرية التصالات في العديد من الغيابات يمكن فيه كمان غيابات بنسبة يعني البعض اللعيبة بسبب الإصابة بفيروس كورونا بالفعل كابتنا نادي مغياب الواحد من عناصر فريق المصرية للتصالات اللعب يوسف فسامي طبعا لصبطه بكوفيد 19 طبعا نتمنى له كل السلامة والسلامة لكل الرياضين والاستمنى طبعا السلامة لكل يعني الشعب المصري إن شاء الله كوفيد 19 نعد بأمان وسلام على الشعب المصري يعني تبقى لهذا الأمر أنا عايز أقولك إن فيه إجراءات احترازية بتطبق داخل صالة أمير عبدالله الفيصل تشديد تاتام على الإجراءات الاحترازية النهاردة من المقرر أيضا طاقم تحكيم هذه المباراة يكون الكابتن إسلام وحيد ومحمود جمال ومحمود إبراهيم بينما على الطاولة كابتن عبد الرحمن نجاد الرب أحمد طارق رانا خالد ومحمد الأمير كابتن أيسم دي كانت كل الكواريس كل يعني الأخبار قبل انطلاق مباراة الآله وفريق المصري للتصالات من داخل أصالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة في الموضوعين معاك يا كابتن أيسم لو فيه أي استفسار أو أي تساوي انتوا بصراحة يعني يا فاروق ما سبتوليش أي فرصة استفسار بالحقيقة انتوا يعني غطيتوا كل شيء بشكركم شكرا جزيلا زملال عزافة وصلاح وسلاح حامد